ما الذي تحتاجه وزارة الكهرباء من تشريعات قانونية أخرى تمهد أو تسهل طبيعة عملها في العراق؟ تعديل قانون الشركات أستاذنا الكريم أي شركات تقسيد؟ يعني دخول القطاع الخاص فيما يخص عمل وزارة الكهرباء يعني فيما يخص قطاع أستاذنا في كل دول العالم أنت اليوم تلقى هناك شراكة للقطاع الخاص بصناعة الطاقة ما ممكن حتى أنجح ملف الطاقة في العراق يبقى ملف الكهرباء بيد حكومية أستاذ قل لي شنو السبب؟ بالمناسبة نحن اليوم استقدام الشركات تعديل قانون الشركات على نحو يستقطب الشركات الرصينة للعمل في قطاع التوزيع وحتى في قطاع الانتاج طبعا أنا أقول وفق معايير عالمية وعلمية ومدروسة مو مثل اللي صار عندنا في تجربة تجربة الخدمة والجباية ربما في جزئيات منها مغلوطة ربنا عملنا على تصحيحها مشاركة القطاع الخاص ضرورية في تطوير قطاع الطاقة في العراق ما ممكن أن تنجح بهذا كما قلت لك استاذ كل دول العالم حتى دول الجوار اليوم كل ما